المقاربة العلمية الذي يدور موضوع حول المحاكمة السورية هذه المحاكمة التي تعتبر محاكاة المحاكمة تتعلق بموضوع مساطر صعوبات المقاولة وبالتالي في أن هذا النشاط له أهمية خاصة على مستوى المقاربة أو على مستوى الموضوع فعلى مستوى المقاربة تعتبر المحاكمة السورية من إحدى تطبيقات العيادة القانونية والتي تعتبر من أحدث طرق ديال التدريس في جميع الكليات بمختلف جامعات في دول العالم من حيث الموضوع يعتبر موضوع مساطر صعوبات المقاولة من الموادع الشائكة ومن المساطر التي تتسم بنوع من التعقيد ومن التعدد سواء المساطر وبالتالي تتميز بهذا العمل من التعقيد سواء على مستوى تعدد المساطر أو على مستوى مضمون هذه المساطر الشيء الذي يجد طلاب وكذلك الممارسين صعوبة في تعاطي مع هذا النوع من هذه المواد أو من هذه المجالات هذا النشاط يأتي في إطار مجموعة من الأنشطة العلمية التي تم برمجتها في الموسم الجامعي الحالي والذي كان مقرر أن يكون بأيام قبل هذا التاريخ ولكن نظرا لأن الدراسة كانت معلقة عن بعد وبما أن نصبح في إطار الدراسة الحضورية قررنا بأن نبدأ هذا الموسم الجامعي الثاني من السنة بهذا النشاط الذي يمزج في طياته بين الجوانب القانونية الصرفة وبين الجانب العملي ولذلك اخترنا بأننا طلبا ندربهم على كيفيات إجراء محاكمات افتراضية والسورية وأيضا ننقلهم المبادئ التي تعرفوا عليها من خلال مجموعة من القوانين وخصوصا القوانين الإجرائية وخصوص بالذكر المصدر المدنية وأيضا قوانين مهنة من ذلك مثلا قانون مهنة محامات وما إلى ذلك وأيضا قوانين الموضوعية ذات الصلاة بالقوانين الإجرائية ولذلك يتي هذا النشاط في هذا السياق وهذا النشاط يعتبر انتدادا طبيعيا لجميع الأنشطة التي نقوم بها في شعبة القانون الخاص إلا أن نخترنا الآن مادة تجارية وخصوصا هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بصعوبة المقاولة وفي الوقت نفسه استحذرنا تعديلات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وأيضا جوانب التقنية والإجرائية من خلال هذه المحاكمة الافتراضية التي سوف يكون لها ما بعدها في مواضع أخرى نظرا لأهمية هذه المواضع التي يكتسب فيها الطلبة خبرة مهنية مهمة سيما وأنهم مقبضين على إجراء المباريات وأيضا الإدماج في سوق الشغل نظمت شعبة القانون الخاص يوما دراسيا مواكبة منها للمساجدات العلمية داخل كلية الحقوق بطنجة هذا اليوم الدراسي أتى في شكل محاكمة صورية تحت عنوان المصاطر القضائية لصعوبات المقاولة فأكيد بعد جهد جهيد ومثابرة بين هيئة أساسية شعبة القانون الخاص وطلبتها في بعض تخصصات المصدر وكذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وكذلك بشراكة متكاملة مع المحكمة التجارية في شخص الأستاذ حسن الوزاني التهامي الذي جاء ممثلا لها كل هذا كما قلت يدخل في إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي وكذلك فيما يمكن تسميته بالتكوين الموازي إن صح التعبير فإيمانا منا بأن التكوين الذي يتلقاه الطلبة داخل الفصول الدراسية يجب أن يجسد واقعا فأعتقد اليوم أصبحت مثل هذه المحاكمات الافتراضية مطلبا أكاديميا الغاية منه وفلسفته هو بطبيعة الحال تكوين مهارات الطالب وسقل مواهبه ثم أيضا حتى يتعلم تقنيات فن الترافع وأن يحصد الثقة في الدات كي يأخذ كلمة أمام الجمهور هذا اللقاء العلمي كذلك هو مؤطر من طرف هذه الأساسيدة والذي يتعلق بمصدر القانون المدني والأعمال هذا المصدر الذي أعطى إشعاعا كبيرا على المستوى الوطني وخرجيه يتمتعون بمستوى جيد من التكوين وذلك بفضل أساسية هذه الكلية الذين لا يبخلون على طلبتهم لكل ما يحتاجونه من تقديم معلومات ومواكبة والتأطير وغيره من الأمور المتعلقة بالتكوين العلمي فنشكرهم جميعا جزيلا شكرا ونشكر كل حضر الكرام ونشكر الصحافة التي تواكب هذا العمل المتميز وشكرا جزيلا جميع القنوات معكم طالبة سلمة القوري في سلك مصدر قانون المدني والأعمال بالنسبة لهذه المحاكمة السورية هي واحدة المحاكمة اللي حاولنا أننا نقرب طلبة الميدان دي المحاكمات كيفاش كتكون وخصوصا أن المصادر صعوبة المقاولة هي مصادر كتابية إلا وأننا نزلناها على أرض الواقع وهذه المحاكمة السورية هذه كانت من تأطيل الأستاداتين نهاى اللواح وإيمان الصرخ واللي أعطونا بزاف دي المصائح كيفاش تتم المحاكمة كيفاش نهضره كيفاش يعني كانوا حد تأطير شامل أيضا مع الأستاد القاضي الوزاني اللي كان بدوره لعبنا وحد دور مهم في أننا نخرجوا هذه المحاكمة محاكمة جيدة ونتمنى تكون وصلت الرسالة كيف تتم المحاكمة أن هذا المحاكمة هذه راها لا بس وحد الخيمة مضافة لنحنا بحالش أننا نحنا دبا على أبواب تخرج أننا إن شاء الله نعد من قضاة وأستادة ومحام المستقبل إلا وأننا بحالك نقوله هي واحد العتابة عطتنا كيفاش نعرفوا الميدان كيدور كيفاش نهضره كيفاش نهضره كيفاش نهضره كيفاش نهضره كيفاش نهضره صورة قبلية وهذا شدي كان يعني لنا الشرف أننا نثمنا نهضر المحاكمة الصورية هذه اخدنا فكرة وشكر الجزيل الأساتد الكرام اللي أطرونا واختارونا اللي هم شكر جزيل اشتركوا في القناة